طبعا فيروس كورونا غير الكثير من عاداتنا اليومية وعادات المستهلكين في المنطقة وفي العالم كما غير طبعا أسليب العمل وغيرها وكان له تأثير كبير على حتى أنشطة الأعمال كيف غير نشاط المستهلكين وما هي القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير والتي من المتوقع أن تتأثر أكثر من ذلك توقعات المديرين التنفيذيين لأداء مبيعاتهم بين الأكثر سوءا والأفضل بكثير هذه هي النسب التي تتغير فيها المبيعات أو تتأثر يقول المديرين التنفيذيين أن التأثرات بين سيئة إلى حد ما سيئة يعني كان هناك تراجع أو تغير سيئ في أنماط المستهلكين الانكماش المتوقع للمبيعات شمل كل الخطاعات ولكن تحديدا نتكلم أكثر عن القطاع العقاري باستثناء الخدمات الاستهلاكية أو البضاعة الاستهلاكية يعني الطعام المشروبات طبعا هذه الاستهلاك هذه البضائع زاد في فترة كورونا في الكثير من الدول ولكن الطاقة والموارد طبعا مع عدم التنقل وعدم السفر تأثرت هذه القطاعات قطاعات الترفيه سينما ملاهي وغيرها كلها تأثرت الخدمات المالية بطبيعة الحال مع إقفال الكثير من الأعمال مبيعات التجدئة عبر الإنترنت كان لها نصيب من الارتفاعات نتكلم عن 16 نقطة المئوية طبعا مع لجوء الكثير من الناس إلى التسوق عبر الإنترنت لتلبيات احتياجاتهم كيف هو الانفاق الاستهلاكي وما هي أنماطه النمو المتوقع في انفاق المستهلكين بالنسبة لعام 2020 و2021 كما هي في هذه الدول في مصر في الأردن لبنان نتكلم عن عمان قطر السعودية نتكلم عن ارتفاعات متوقعة في بعض الدول في الأعوام المقبلة طبعا بعد أن كانت قد تقلصت في هذه الفترة التغير المتوقع في أنماط الاستهلاك طبعا باللون الأحمر نتكلم عن أنماط السيئة وفي الأخضر الجيد بالنسبة للغذاء والمشروبات والتبع هذه هي التغير بالنسب في عام 2021 و2022 نتكلم عن ارتفاعات لأنها باللون الأخضر أما مثلا في الفنادق والمطاعم نلاحظ هذه التراجعات بقرابة 9% في هذا القطاع في عام 2020 ولكن من المتوقع أن يشهد ارتداد إيجابية مع حلول 2022 أبرز تطورات المبيعات عبر الإنترنت في المنطقة نتكلم في الإمارات عن 2700 مليون دولار في السعودية أيضا نسب مماثلة وأيضا كان لمصر نصيب من هذه الخوف من فقدان الوظائف بسبب كورونا هو العامل الأبرز الذي يضغط على أنماط المستهلكين يعني الأشخاص الذين يخافون من خسارة وظيفتهم بطبيعة الحال سيغيرون أنماطهم الاستهلاكية طبعا مع ارتفاع المخاطر من فقدان الوظائف تتغير طبعا أنماط المستهلكين في المنطقة تتغير طبعا